لانه اتزاع في كل الوكالات وفي كل الاخبار وفي كل القنوات من الصبح وفي كل النشرات الاخبارية وانا متأكد ان حضراتكم ما اهتمتوش او بيه او ارطوه خلاص وعدة وانا شايف ان في ده في حد ذاته اهمال شديد منه منه جدا الخبر بيقول انه وزارة الداخلية وقوات الامن النهاردة نجحت في توجيه ضربة امنية نجحة جدا 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 لخلية تكفيرية في مدينة العريش في سينة قتلت بعد اشتباكات وتبادل الاخل نار 13 تكفيري 13 ارهابي وتكفيري في مدهمة امنية لاحد الاوكار في منزل مهجور في مدينة العريش وادي بعض الفيديوهات اللي بتصور المدهمة اللي عملتها قوات الامن بتبادل اطلاق النار والحمد لله قواتنا الباسلة استطاعت انها يعني تقتل كل الارهابيين اللي موجودين في هذه الخلية وهذا الوكر الارهابي وعددهم 13 ارهابي بالتمام والكمال ليه انا بقول لحضراتكم انه انتو غلطانين غلط كبير معلش باسمحولي ان انا اغلط حضراتكم يعني علشان الخبر ده يجب ان يكون الخبر رقم واحد في اهتماماتك عشان كده انا ده رقم خبر رقم واحد بعد ما قفلت القصة بتاعت البارع ده الخبر بتاع رقم واحد في حلقة النهاردة لازم يكون انت كمواطن مصري الخبر بتاع النهاردة ده هو قصة اليوم ستوري اوف دي دي ليه عشان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر العكس لما بيحصل بيبقى قصة اليوم ايه العكس ده انه يبقى فيه عملية ارهابية واحد من المقتلين دول من الارهابيين اللي اتقتلوا النهاردة دول عملها فموت عشر عشرين قدى الى استشهادهم سواء بقى من الجيش ولا من الشرطة ولا من المدنيين فبتتحول الى قصة اليوم مش بس في مصر في العالم كله وبنقعد نقول الارهاب وبيعمل فينا والعالم كله يقعد يتكلم عن اللي بيحصل فينا فلما تتعكس واحنا لو نوجه ضربة قاصمة للارهاب وعملية امنية في منتهى النجاح والتفوق لازم ده يبقى بنفس اهتمام ده لو احنا خايفين على بلدنا وعارفين قيمة بلدنا وعارفين قيمة الروح الروح بتاعة البشر كل مش عايز اشتم يعني كل واحد من اللي ماتوا النهاردة من التكفيريين التلاتاشر الارهابيين دول ده الواحده كان ممكن يعمل عملية الارهابية يموت فيها عشر عشرين او مية فكل واحد منهم مات احنا ربنا احيا فينا مية امتين واحد الله اعلم كانوا حيتحولوا الى مصف الشهداء فلما الدولة والجيش والشرطة يدهموا هذا الوكر بالشكل ده وينجحوا اولا في معرفته ما اخدوا بالكو اهم من المدهمة ان احنا عرفنا ان فيه وكر وده معناه نجاح معلوماتي لاجهزة الامن الوطني ووزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة وكل الاجهزة طبعا التي تعمل في مكافحة الارهاب في مصر مجرد ان احنا عرفنا الوكر ده في حد ذاته نجاح ثم حطنا الخطة ثم نزلة القوات بتاعت المدهمة والحمد لله نجحت ومحدش فيهم اصيب ولا مات وهم اللي نجحوا فيه قتل التلاتاشر ارهابي وتكفيري ده عملية بالغة الامتياز عملية تستحق ان الشعب المصري كله النهاردة يهني وزارة داخليته ويهني قوات الامن ويهمني زباطه على ان هم رفعوا راسنا ويوجهوا ضربة قوية في صدر الارهاب وفي قلبه فما ينفعش الخبر ده يا مر مرور الكرام كل واحد فينا لما يسمع الخبر ده يبوس ايده وشه وضهره ويحمد ربنا ان الحمد لله الولاد اللي ماتوا دول ما فضلوش عايشين وموتون احنا لان انا او انت او حد من قريبنا او حد من احبائنا كان ممكن يكون عرضة لاي عملية ارهابية يقوم بيها واحد من التلاتاشر اللي تم القضاء عليهم النهاردة عشان كده بقول لحضراتكم احنا عندنا خلل في ترتيب اهتماماتنا قلولي كده انهي واحد فيكم اهتم بالخبر ده عمله شير يعني شفتونتو الخبر بتاع السازج شفوا عملتوله شير قد ايه وخد من وقتكم من امبرح للنهاردة قد ايه وقعدتوا تشتموا فيه قد ايه رغم ان الموضوع لا يستحق لانه كله مفابرك كله مفابرك اساسا اما الموضوع الحقيقي اللي بجد اللي يستحق انه يكون البطل عندك انت مدتلوش دقيقة من وقتك لا اهتمت بقراءة تفاصيله ولا كتبت كلمة واجبة تحية للشرطة انت بس بتكيف لما الشرطة تعمل غلط تنزل فيهم سلخ ماشي لما يغلطوا سلقهم حقك لكن لما يجيدوا ويحفظوا ارواحك ويحفظوا على امنك ويقتلوا الارهابيين ولا حاجة تعمل من بنها بقى ما احترامي يعني الاهلين في بنها تعمل مش من هنا ولا تقول لهم برافو عليكم تسلم ايديكم احنا وراكم ومندعمكم واشتغلوا اكتر وخلصونا من الارهاب اكتر واحنا مقدارين ان انتم شايلين اروحكم على ايديكم علشان تحافظوا على امننا وارواحنا احنا ايه الرد الفعل مش كده في حد فيكو كتب كده طب في حد فيكو شايل الخبر طب في حد فيكو اهتم بالخبر هي دي مشكلتنا ان احنا نموت في المصائب نموت في المصائب ونعمل منها فضيحة وجلجيلة وشخشيخة اما وقت الحاجة الحلوة اللي تستعق ان احنا نتلف حواليها وندعمها ونشكر اللي عملها اخر همنا للأسف الشديد وما نزعلوش باننا كلامي جامد شوية بس ازعم انه ازعم انه صح ازعم انه صح ادعي يعني الصواب ولا امتلك الحقيقة بس كل واحد يراجع حساباته ويراجع اولوياته ويشوف هو بيهتم بايه ومضيع وقته في ايه والناس اللي بتعمل شغلها بجد زي القوة الامنية اللي نزلت النهاردة ودهمت الوكر في العريش ده تخيل كل واحد منهم كان نازل وعارف ان احتمال مايرجعش ممكن رصاصة طيشة من تبادل اطلاق النار مع الارهابيين ده تصيبه فيموت تخيل ان هما نازلين وعارفين ان هما مش راجعين وان هما مش نازلين لطار شخصي مع الارهابيين دول لا دول بيدافعوا عننا احنا المواطنين المصريين والحمد لله ربنا نجاههم ورجعوا وعملوا نجاه عملية امنية ممتازة ورجعين بقى بيفتحوا السوشال ميديا وبيفتحوا مواقع التواصل فملاقوش كلمة عنهم ملاقوش كلمة عنهم متخيل احساسه بعمل ازاي نفسيته عاملة ازاي يقولك يعني انا للدرجات دي برايح وبضحي بنفسي عشانك وانت مهتمتش يا مواطن انت تقول لي برافو عليك عملت حاجة كويسة النهاردة عرفته انا بقول لكم ليه ارجوكم خلوا اولوياتكو فيها منطق شوية شكرا للدخلية وشكرا لكل بطل نزل في العملية الامنية بتاعت المدهمة النهاردة وانا مقدر هذه التضحيات ومقدر هذا المجهود وهذا الفداء وان احنا عايشين في امان الحمد لله اولا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل التضحيات الكبيرة اللي بتقوم بيها وزارة الدخلية وزبطها وعساكرها وجنودها وطبعا القوات المسلحة وزبطها وعساكرها وجنودها شكرا لكو احنا في ظهركو وزا كان دا الثاني للي عايز يتضامن معايا في هذا الكلام اهلا وسهلا نحن المصريين نقدر جدا الامن المصري والجيش المصري في دفاعه عن امن المصريين كله يبقوا طلعوا بكرة بقى وقلبوا الكلام يبقوا طلعوا بكرة شوفوا لكو حاجة فبريكة جديدة كده عشان بتاعتم برح ما نفعتش حاولوا تزبطوا بقى دلوقتي عاملين اتامر بسا يبدافع عن الارهابيين او هو كان رقب 14 في الوكر الارهابي بس فاقع شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه بقى وتزبطوها ماشي النهاردة حصل تطور مهم جدا 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 في الشقيق